موسيقى الابل الجمال وكتاب للمؤتمر الاول الدولي عن الجمال في دبي في 92 وحضرتك عملت جيدا في هذا المجال برضو ايه الخبرة لحضرتك وجدتها في هذا المجال الابل دي بصراحة بحر كبير جدا انا لما سفرت السعودية الحقيقة كانت تعامل هنا مع الابل كانت محدودة كانت مشاكل محدودة في مصر هنا اللي بتجيلنا لان الابل دي بتيجي من السودان او بتيجي من افريقيا وتتدبح ما بتعودش مدة طويلة حتى اللي بيربوا في الشرقية بتبقى فترات بسيطة وبيفضلوا ان هما يدبحوها وياس الناس صغير اللي هو الجعود لما رحنا السعودية شفنا يعني ايه القبل اللي هي المغتير والمجهيم المغتير اللي هما البيض الجميلة اللي انا حواريت لحضرتك والقبل دي بتوصل اسعارها الى 2 مليون ريال حاجة مش معقولة بتتباهى الشخصيات السعودية الشخصيات الكبيرة وانا كنت مشرف على مزرعة ناس كبار في السعودية بدون مذكر الاسماء في القبل وكان عندهم قبل الفحل اللي هو اللي هو بيسموه المراية بتاع المزرعة كان شكله جميل جدا وفي صور له معايا القبل دي كانوا بصرفوا عليها جميل جدا وبهتموا بها ان الفحل ده التلقيح بتاعه او انتاجه عالي جدا وهما بحبوا يتباهوا بشكلها وحتى النوق اللي اللبن بتاعها والبطن الكبيرة بتاعتها والاجنة بتاعتها قبلتني مشاكل كبيرة جدا في السعودية لدرجة ان انا وريت لحضرتك الفايل الكبير اللي فيه صور للعمليات دي من انقلاب رحم من كسر الفك من سقوط الهدارة الهدارة اللي هي القلة او الجلة اللي بيضرب بها الجمل دي بتتعور من الاسنان بتاع الجمل والحقيقة انا يعني وانا صغير لسه في مدرس في التمانينات فيه استاذ يعني ربنا يديله الصحة اقترح رسالة لواحد عن اصابات الاسنان في القبل استاذي الدكتور محمد صالح وكاننا خدنا الموضوع ده بجدية وعرفنا مشاكل الاسنان واللي انا شفته في السعودية كان تطبيق على الكلام اللي عملناه كانت رسالة لواحد هنا رسالة ماجستير وفعلا شقنا السنة بالطول وبالعرض وخدنا فيها مقطع وشوفنا اضعف حتة في الفك بتتكسر ايه والحاجات دي كلها نفعتني في السعودية لما كان جمل فكه بالكسر كانت مشكلة لان منطقة الخصيم اللي كنت فيها كانش حد لسه بيعالج حاجة وكان انا انشأت وحدة او الكلينك بتاعة الجراحة في الطب البطري سنة واحد وتسعين اول ما سفرت كانوا باستغربوا لما جعمل عملية قيصرية في جمل ولا في معزة ولا في حاجة كانوا باستغربوا كيف تفتح بطنعة وكذا فالحمد لله اعدت ست سنين في الاعارة الاولى كانوا مقتنعين جدا ولما سفرت رجعوا طلبوني تاني الامير فيصل بن بندر اللي هو امير منطقة القصيم السموه الامير فيصل طلب اللهم هاتو المصري اللي كان موجود في علاج الخيل يمكن انا حتكلم اخش على موضوع الخيل لان في عملية كبيرة جدا في الخيل ربنا وفقني فيها وموجودة على النت على الموقع اللي انا اديته لحضراتكم كده العملية دي لما بتيجي الافراص تولد وخاصة البكرية والجنين بيبقى كبير شوية بيحاولوا انهم المربيين يجيب الفحل اللي هو جسمه ضخم واكبر من الفرصة وينطط عليها فبيطلع الجنين حجمه كبير ويشدوه العيال الباكستانيين والهنود اللي موجودين لان الافراص بتولد بالليل في ضق الامر دايما كده فلما الولاد بيشدوا الجنين بعافية وساعات وجدنا حالات انهم بربطوا الجنين في عربية ويشدوه في الجمال وفي الخيل ودي المشاكل دي خلناهم يبقى ما بيقزيش الجنين زي ما بيقزي زي ما بيحصل في الوردات البشرية بيبيقزي الجنين لو صاحي او الجنين بيكون ميت لكن انا يهمني الام الجنين مش مشكلة الام دي يا امة بتستخدم في الانتاج والانتاج بتاعها غالي جدا لانها عربي اصيل او فرص سبق او كده او بتستخدم في السبقات ودي مهمة جدا لهم لما بيحصلوا التمزق بين المستقيم والمهبل ومحدش بيعمل لهم العملية دي بيحدث ان الروص بتاع الفرصة ينزل على المهبل ويخش على الرحم يعمل التهابات في عنق الرحم وفي الرحم وبالتالي الفرصة دي ما عاديش يتنفع في الانتاج لان الرحم بقى ملوس ولا في السبقات برافو على حضرتك لان في السبقات لما بتجري الفرصة العملية تفتح احسن في السبقات الفرصة ولا الخيل حسب التدريب حسب التدريب بس الافراص اللي بيحصل لها المشكلة دي بتبقى انتهت ليه لانه هي بتجري نتيجة نزول الامعاء بتاعتها التحت فبتعمل ضغط سالب فبتدخل هوا جوه الرحم فشفط للهوا وهي بتجري حاجة اسمها نيمو فزايت تخليها مش منتبهة للسبقات وبالتالي ما هتنفعش تشتغل في السبقات فانا جالي حالة اول مسافرة السعودية جالي عن طريق واحد وعملت لها العملية وبعد اربع شهور قلت لهم نططوا عليها الفرصة دي اسمها مودي حتى كاتبين في الجرائد هوريها لحضرتك الفرصة دي ما كنتش عرف ان هي بتاعت الامير متعب ابن عبدالله وعملنا العملية وبعد سنة لما نططوا عليها خلفت مهر صغير فالامير عرف فقال لنعاوز الفرصة دي تاني وعادولي الدكتور اللي هو عمل العملية اتضح لما رحت وقابلته مع مدير جامعة الملك سعود في الرياض اعدت معاه فلقيته بيقول لي انا جبت دكتور امريكاني عمل العملية دي وقعد اسبوع وبعد اسبوع سافر وبعد اسبوع حصل لها فرقعة العملية دي انا ما كنتش عرف في القصة انا عملتها لانها بتاعت واحد حالة اسم محمد الشيدوخي جاي لعالة حالة عادية خالص وربنا وفقني فيها فانعملت 13 حالة في الفترة اللي قعدت فيها في السعودية واتنشرهم في مؤتمرات وموجودة نزلت الموضوع ده على النت في موقع مديل حضرتك على الاستوانة لان الاطباء البيطريين بيحبوا يعملوا العملية دي حضرتك لانها العملية دي عملية صعبة جدا ومحدش تجرى انه هو يعملها بتاخد مجهود كبير جدا فبالتالي لما بيقول للطلبة بتوعي او الخرجين خش على الموقع الفلاني وشوفني وانا بعلم الطلبة السعوديين او شوف سباق التحمل ايه المشاكل اللي بتحصل فيه او شوف مزرعة فاطمة حمزة شوف الحاجات دي كلها بيتعلم حاجات كويسة جدا نازلنا مشاهدين متواصل مع حضرتكم مضيفنا الكريم الأستاذ دكتور ابراهيم محمد ابراهيم أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطاري بجامعة القاهرة دكتور يعني حضرتكم تتكلم على العمليات الجراحية وطرق التشخيص للخيل او الابل او اي حيوانات اخرى احنا من شوية مثلا جبنا كتاب عن الاستخدام المناظير وكلمنا من شوية عن الراديولوجي والاشعات في الابل وغيرها الاجهزة المستخدمة اجهزة شبيهة جدا بل قد تكون ممثلة لما يستخدم في البشر ولكن كمان على قطع اكبر يعني اجهزة الاشع اللي بتستخدم اجهزة التشخيص التصوير كل دي اجهزة متقدمة جدا وبتستخدم للبشر وللحيوانات على السيان احنا انا شايف كتاب يعني صحيح بيتكلم عن البرين البشري اه يعني ازاي التخطيط والتصوير الخاص بالمخ البشري اه واكيد ده كمان بيستخدم في مجال التشخيص الخاص بالحيوانات اه يعني هذا التطور لازم يكون في المجالين مع بعض لو ما احنا بنقول انه التطور في الطب البطري بيخدم التطور في الطب البشري وحماية الانسان هو حضرتك لو بصينا على العملية اللي عملناها بتاع العجلة اللي فيها التصاق في المخ وفيها رأس وتفايلية هتبص في التسجيل ان احنا عملنا لها اشعة مقطعية ايه توموجرافي ايه عند دكتور عمري زايد اللي هو استاذ الاشعة والتشخيص اه في جامعة الازهر الحقيقة من الحاجات الاولى اللي اتعملت في مصر استخدامنا للاشعة المقطعية في تشخيص الحالات بالنسبة للحيوان وبالتالي احنا لابد نكون ملمين باستخدام التقنيات الحديثة الحقيقة غالية جدا تقنية استخدام الاشعة المقطعية في التشخيص في الطب البطري ما بنستخدمهاش الا في مجال الابحاث او في مجال الحالات اللي بتستدعي يعني في حالات غالية جدا سواء في الخيل او كده بنقدر ان احنا نتصل بجامعة القاهرة او بجامعة عين الشمس اللي فيهم الاجهزة دي وبنحاول ان احنا ناخد العينة او بالحيوان الصغير بنقدر يساعدونا زملائنا وان احنا نقوم بعملية استخدام الاشعة المقطعية او في جامعة الاسماعيلية في زميل هناك بتعاون معنا في الموضوع ده فاستخدام التقنيات الحديثة مهم جدا وطبعا احنا اللي بيحشنا الامكانيات المادية يعني احنا بينقصنا طبعا التقنيات دي موجودة في دول العالم بشكل كبير جدا وفي اغلبية دول الاوروبا وفي امريكا موجودة التقنيات دي احنا عندنا استخداماتها في الطب البطري محدودة لانها مكلفة جدا فبالتالي لابد ان احنا في الابحاث بنتطر ان احنا نلجأ لها وخاصة في الابحاث بحيوانات التجارة لما بتحاول نكون تعلموا بقى الطلبة في الجامعة سواء ان كان طلبة مقبل الدرسات العليا او في الدرسات العليا هل بتبدأوا كمان تعرفوهم على هذه الامكانات حتى لو كانتش متوفرة ولا هو بيلجأ اليها وقت ما بيحتاجها اذا كان في موقف طبي معين بالضبط كده اولا الامكانيات دي غير متوفرة للطبيب البطري في الفلد امكانيات حتى اللي اقل من كده جهاز الاشعة مش موجود او جهاز الصنار على الرغم ان في بعض الناس الوقت اشتروا جهاز الصنار لانه سعره قال جدا وحجمه بقى ليل فبقى معاه اما التقنيات دي لازم نعرفهم عليها نعرف الطالب واحنا بنشرح له ان يكون ملم بالتقنيات الحديثة في استخدامات الطب البطري عملية تطبيقها بيحاول وعشان كده الطبيب البطري المصري بيبقى اشطر من اي طبيب تاني على الرغم من عدم توافر الامكانيات المتاحة للتشخيص لانه بيعتمد على خبرته على زكاؤه على الاراية بتاعته على المعلومات بيربط المعلومات ببعض وعشان كده بتبص تلاقيه بيبقى شاطر جدا في الكلينيكال اجزامينيشن وفي التشخيص الكلينيكي بقى قل الوسائل يعني انا عندما جهاز الاشعة خدت يجي كم شهر في السعودية كنت باشتغل وبشخص الحالات جهاز منظر المفاصل على ما جه خدت فترة لكن كنت باشتغل وبحاول اشتغل من غير الاجهزة دي فالطبيب البطر اللي بنعلمه جمعة القاهرة الحقيقة الجامعة الام وعندنا الامكانيات يعني متوفرة تحت بعض الاجهزة زي اجهزة الصنار وبرضو استاذنا الدكتور صالح يشكر لانه هو محمد صالح انه هو اللي دخل لنا الصنار عن طريق منحة من المانيا فون هومبلت واول مرة اشتغلنا بالصنار كان هو اللي جابهو لنا من حوالي عشرين سنة او اكتر والاجهزة دي موجودة تحت اجهزة الاشعة موجودة برضو كان مؤسس الوحدة الاشعة كل الامكانيات المتوفرة المتاحة معادة جهاز التوموغرافي هو اللي مش موجود وجهاز الليزر برضو محتاجينه ففي تعاون بيننا وبين معهد الليزر وفي رسائل احنا مشرفين عليها في معهد الليزر اطبعا انا اول فكرة الفرق العلمي يعني التعاون بين المؤسسات العلمية عشان نطلع ببحث علمي جاد وانا من واحز من كلام حضرتك انه يعني حضرتك كثير التعاون مع هيئات علمية مختلفة كليات طب معهد البحوث معهد ليزر معهد زراعية وما الى ذلك يعني التعاون ده قائم ده بيفيد النشاط العلمي تعاون ده الحقيقة من ضمن اساسيات الشغل بتاعنا خدمة المجتمع والبيئة الحقيقة العميدة الكلية عامل نشاط جامد جدا في الموضوع ده ومسهل عملية مشاركتنا لبعض الهيئات كلها سواء كان اكاديمية الشرطة سواء كانت المعامل الصحة وزارة الزراعة سواء كان حديقة الحيوان انا مستشار في حديقة الحيوان وعمل رسالة مشرف عليها او في اكاديمية الشرطة وفي كل الاماكن ومحطة الزهراء في تعاون قائم بين الكلية الحقيقة وبين الهيئات المختلفة والطبيب البطري بنقول له انت لما هتتخرج هتطلع تشتغل فين فبيبقى عارف وحابب الشغلانة دي انا الحقيقة حبيت الخيل عشان استاذي ربنا يديله الصحة استاذ الدكتور كمال فؤاد هو اللي رشحني في دراسة الخيل وحبيبني فيها حتى انا التلامزة بتوعي بدأت اديهم برضو الخيل ومشيت على القط بتاعه يعني انا رسلت الدكتورها بتاعتي على مفاصل الخيل من سنة كام سبعة وسبعين خلصتها في تمانين واستمرت على هذا الاساس وهو اللي عمل لما جيت مسافر السعودية ربنا يديله الصحة هو دلوقتي فوق التمانين وان شاء الله يوصل لفوق المية ده استاذ الجراحة في الشرق الاوسط استاذنا كلنا وبندين له انه علمنا واحنا الجيل بتاعنا بيعترف بفضل اسات زيتو وبينبين ده للي اصغر مننا لكن فيه شوية مشاكل لكن احنا بنيديهم صورة ان احنا ما زلنا بنحترم الاسات زيتو موسيقى موسيقى لقد شوية من القراءات العلمية موسيقى موسيقى